اشتركوا في القناة الفضيين وصراحة بعد ما جربت العطور او حقات الروائح المنزلية فعلا تريحك بدل ما تشغل كل شوي الجمر وتولع النار وتحط لك البخور ولا العود هذه تريحك وانا صراحة استخدمت عندهم المنتج حقهم فاتك فلب يعطيك نفس رائحة البخور اللهم انه بيكون البيت عندك طول اليوم ريحته بخور وعود وسيارتنا اليوم اكيد نستفتح هالموسم بافخم سيارة واعرق سيارة واجمل سيارة والسيارة الوحيدة اللي تكلمت عنها كم مرة انها هي السيارة الافضل قد تكون من وجهة نظري السيارة الوحيدة الكهربائية الى اليوم اللي تستحق الاقتناء الرولز رويس سبيكتر واللي تابعوني من تقريبا سنتين لما كنت في لندن وزرتهم هناك وكنا نتكلم في ذيك الفترة عن شكل سبيكتر والتكنولوجيا اللي بتكون موجودة في السيارة هذي وكنت فعلا متحمس للسيارة هذي خلونا ناخذكم اليوم عن رحلة السيارة مع الرولز رويس لك انك تتخيل عزيزي المشاهد انه في الالف وتسعمية السيد رولز وثق في احدى المجلات في ذيك الفترة ان السيارة الكهربائية هي الافضل ما فيه ازعاج ونظيفة وما فيه روائح كريهة وما فيه اهتزازات وكان الكلام هذا قبل اربع سنوات من اللقاء المهم اللي صار بين رولز وبين رويس واللي اسسوا فيها شركة رولز رويس وبعد مية سنة تحققت هالنظرة المستقبلية وبالتحديد في سبتمبر في الالفين وواحد وعشرين صرحت الرولز رويس انها بدأت فعليا اختبار سيارتها الكهربائية الجديدة بالكامل وبعد سنة تقريبا من هال اعلان او في اكتوبر الفين وثنان وعشرين كشفت الرولز رويس عن سيارتها الكهربائية الجديدة بالكامل السبكتر واللي ابهرت العالم وكيد انا اول واحد فيهم والاشخاص اللي تابعوني قبل الاطلاق الرسمي لما كنت في لندن وزرتهم هناك وكنا نتكلم عن توقعاتنا للرولز رويس السبكتر اللي بتكون سيارة كوبه ولك انك تتخيل عزيزي المشاهد ان الرولز رويس اختبرت سياراتها السبكتر تقريبا مسافة اثنين ونص مليون في اماكن ثلجية في اماكن حارة في اماكن فيها اسفلت في اماكن ما فيها اسفلت علشان يقولون اننا بنطلع سيارة فعلا نخلي اللي يمتلكها ان يورثها لعيالة ولو بتحسبها حسب سواقة او متوسط سواقة الناس اللي ملكون الرولز رويس فهي كأنك بتشتري السيارة هذه وبتستخدمها اربعمية سنة علشان تقطع فيها اثنين ونص مليون كيلومتر واكيد بعد هذا الاعلان وهذه الخطوة المهمة في حياة او في تاريخ الرولز رويس واللي كان لهم نظرة قبل مئة سنة واكثر من مئة سنة ان الرولز رويس حالاتها او السيارة حالاتها نتكون هادية ونحن نتكلم عن الرولز رويس اللي هي قمة الهدوء فنقدر نقول ان هما قالوا في الالفين وثلاثين راح نوقف استخدام المحركات ذات الاحتراق الداخلي يمكن هالشي ممكن ان يزعل بعض الاشخاص وممكن الاشخاص اللي بياخذون الرولز رويس يمكن تفكيرهم غالبا بيكون في الفخامة والهدوء ونقدر نقول ان الرولز رويس بكثر تعتبر اليوم افخم سيارة كوبي بابين على مستوى العالم تعتبر احدث سيارة من سيارات الرولز رويس وفيها اخر التكنولوجيا اللي ممكن انك تتوقعها لدرجة ان السيارة هذه فيها شبكة رهيبة من التكنولوجيا والانظمة والاجهزة اللي تتواصل مع بعض علشان توفر لك الراحة والفخامة اللي ما رح تلاقيها في اي سيارة ثانية منافسة طبعا اذا كان فيه اصلا منافسين لان الرولز رويس تعتبر نفسها جوهرة او ايقونة ولا تقارن نفسها في اي سيارة ثانية ومن اللي ما يعرف البساط السحري اللي عرفناه مع الرولز رويس والاشخاص اللي شافوا تجربتي سواء كانت للدون او الريث واللي فعلا تعطيك احساس انك فعلا قاعد تطير ما قاعد تمشي على سيارة تمشي على الاسفلت او على الارض وبالرغم ان السيارة كهربائية الا انك تلقى المساحات الداخلية فعلا رحبة وشرحة سواء كانت في الكراسي الامامية او حتى في الكراسي الخلفية فنقدر نقول سيارة الكترك او سيارة كهربائية ولكن الشيء هذا ما اثر على ابعاد السيارة بالعكس رح نشوف انها ارحب من الاجيال او الجيل السابق اللي رح نتكلم عنه بعد شوي هل هي بديلة الريث او بديلة سيارة ثانية او حتى الوزن اللي بيكم البطاريات الشيء هذا ما اثر على احساس السيارة راحة السيارة رحابة السيارة قوة السيارة او حتى جودة السيارة واكيد من اكثر الاشياء اللي تميز الاسبكتر اللي هي الابواب اللي تفتح عكس اللي الناس متعودة عليه وطبعا الشيء الجديد انها اضافت لك واجهة بنفس الوقت حتى الابواب الداخلية رح يكون فيها الاضاءة اللي تعودنا نشوفها في صقف الرولز رويس واكيد العشاق الفخامة اللي يحبون الخشب والخشب المميز اللي يجي على حسب ذوقك ممكن انك تبدل الاضاءة اللي بتكون في الابواب بارقة انواع الخشب اللي ممكن انك تاخذها او تختارها في حياتك فلسفة رولز رويس ان كل السيارة تكون ما تشبه وحده ثانية يمكن يتشاركون شيء واحد اللي هو الفخامة والاصالة اللي تتلقاها من الرولز رويس لذلك دائما نشوف الرولز رويس تكون مصممة حسب الشيء اللي انت تحتاجه والجميل في الموضوع ان صار عندنا في الشرق الاوسط او بالتحديد في دبي مركز من تقريبا من ثلاثة او اربع مراكز على مستوى العالم اللي فيها كل الاشياء اللي انت تبغاها او اللي تفكر فيها ويجلس معك مصمم او مصممة ويختارون لك كل المواد ويحطون الافكار اللي تخطر في بالك او حتى يمكن اللي ما تخطر في بالك في السيارة المستقبلية اللي انت تتمنها او حتى لو انك تبي تهديها لشخص يكون عزيز عليك مثل الوالد او حتى الوالدة وطبعا اكيد سياسة رولز رويس انها تقول احنا ما احنا سيارة عادية احنا نعتبر قطعة ثمينة كل شخص غني او ثري يفكر انه يقتري هالقطعة ثمينة ويضمها مع باقي الاشياء الثمينة اللي يمتلكها في حياته واللي اكيد رح يورثها للاجيال القادمين اذا نتكلم على هندسة الرولز رويس احنا نتكلم عن الجيل الثالث من الجيل الجديد طبعا اللي بدأ في الالفين وثلاثة مع الفانتوم اللي كانت الجيل الاول ثم الجيل الثاني او الفيرجن 2 او 2.0 اللي سمونا الاركتكتر of luxury واللي شفنا فيه القوست واكيد جيبهم الكولينان وحنا الان في الجيل الثالث او 3.0 اللي مبنية عليه الرولز رويس سبكتر واللي اكيد يستخدم سيارات الرولز رويس علشان يقولولك احنا حطين في باننا ان هالاركتكتر او هال الشاسي اللي موجود احنا مسوينا على اساس انه ياخذ في المستقبل سيارات كهربائية واكيد مثل ما تتوقع رح يكون الشاسي وكل شي موجود في السيارة هذه رح يكون اكيد من الانمنيوم ومو الانمنيوم عادي الانمنيوم اللي بجودة الاشياء اللي تصنع في الفضاء هالشاسي يقدر انه يساعد السيارة مثل ما اتكلمت في تجربتي او حلقاتي في الرولز رويس الدون والريف لا تعتمد على انه كل الاربع زوايا اللي موجودة في السيارة تكون منفصلة تماما عن الكورنرات او الزوايا الاخرى وبنفس الوقت مسوية شي يمكن ما تشوفها في اي سيارة ثانية انه فيه نظام تعليق لنظام التعليق عشان يمنع اي اهتزازات موجودة في الطريق اللي انت بتمشي فيه عشان تعطيك ارقى انواع الراحة او باختصار او اللي تختصر الروليز رويس اللي هو البساط السحري واكيد الشاسي اللي موجود في السبكتر الجديدة بيكون اقوى من الشاسي السابق تقريبا 30% وحطوا البطاريات موجودة في وسط الشاسي فنقدر نقول ان البطاريات صارت في الوسط بين ركاب السيارة او بين ارضية السيارة اللي يكونون الركاب موجودين فيها وبين ارضية الطريق او الاسفلت هالشي سوى عزل رهيب او باختصار سوى لك مواد عازلة ب700 كيلو تخيل كمية الراحة اللي ممكن تشوفها اللي بتلقاه في السيارة هذي احنا تعودنا في سيارات الرولز رويس انك ما تسمع ال 12 سيندر فما بالك ان السيارة هذي كهربائية بالكامل وعندك تحت الارضية عزل 700 كيلو يعزل الاصوات اللي تجيك من الارضية واذا بنتكلم عن المحركات فحنا نتكلم عن محركين واحد في الامام واحد في الخلف طبعا الامامة بيكون تقريبا 190 كيلو وات او تقريبا 365 نيوتن متر بينما الخلفي بيكون اقوى لاننا متعودين انه الرولز رويس هي في الاساس دفع خلفي ولكن السبكتر بتكون دفع رباعي بحكم المحرك الامامي والخلفي الخلفي بيكون 360 كيلو وات او تقريبا 710 نيوتن متر فمجموعة الاثنين تقريبا حوالي 430 كيلو وات او 584 احصان اذا بتقارنها مثلا في محرك الاحتراق الداخلي الى 12 سيندر وتقريبا 900 نيوتن متر من العزم طبعا تسارع السيارة من الصفر الى المياه تقريبا في 4.5 ثواني وبشحنة وحدة تقدر توصلك تقريبا الى 530 كيلو متر لما نتكلم عن الرولز رويس هما حسب درستهم شايفين ان متوسط ملاك الرولز رويس عندهم ما لا يقل عن 7 سيارات فمتوقعين انك في السنة تقريبا ما لا تتعدى الـ 5100 كيلو متر هالشي يذكرنا في اختبارهم اللي اخذوا فيها 2.5 مليون كيلو متر ولو بتمشي كل سنة 5100 كيلو متر فمعنات انه يضارك 400 سنة علشان تجرب سيارتك مثل ما جربتها الرولز رويس في اقصى او اصعب اماكن ممكن انك تتوقعها واللي بيسأل عن الشحن اذا كان عندك شاحن سريع كيلو وات فتقدر تشحن من العشرة الى ثمانين في المية في أربعة وثلاثين دقيقة كيلو وات في أربعة وثلاثين دقيقة الشيء جيد خصوصا لما نتكلم عن عشاق او ملاك الرولز رويس غالبا هما بيكونون في بيوت او حتى في مناطق غريفية بتكون المشاوية فيها بتكون قليلة ولكن للشخص اللي مثلا خلنا نقول مستعجل ممكن شحن عشر دقائق وممكن ان يمشيك مية كيلو طبعا حجم البطاريات بيكون مية واثنين كيلو وات والرولز رويس لما اشتغلت على البطاريات هذه كان في بالهم المحافظة على البيئة بشكل كبير واختبر هالبطاريات نفس الوقت سيارتهم في أماكن جدا صعبة نتكلم على ناقص اربعين درجة تحت الصفر او اكثر من خمسين درجة ميةوية علشان يتأكدون ان البطاريات هذه جاهزة وسيارتهم هذه جاهزة الاسبكتر في اي اجواء سواء كانت تحت الصفر او خمسين درجة ميةوية مثل الاجواء اللي موجودة عندنا في الخليج ومن الشغلات اللي اضافتها لنا السيارات الكهربائية انك تقدر تتحكم في امكانية البريك او هل تبغى السيارة لما ترفع رجلك اعزكم الله من البنزين هل السيارة تبغىها توقف او تبدأ تهدي او انك لا انت اللي تبغى ترفع رجلك وتبدأ تدوس البريك الرولز رويس حطولك زر مكتوب عليه البي من البريك اكيد وتقدر تختار اذا تبغى السيارة انها هي تمسك لما ترفع رجلك او انك تبغىها تكون لا اللي ممكن نسميه في سيارات الاحتراق الداخلي اللي هو الكوستينج او البحار ترفع رجلك من البنزين السيارة تكمل في انسيابية كأنك قاعد تبحر في البحار ومثل ما قلت قبل شوي ان السيارة عبارة عن شبكة معقدة جدا من الاجهزة الالكترونية اللي تتواصل مع بعض فالسيارة لما تمشي في الطريق المستقيم تحاول انها تعطيك اقصى درجات الراحة لكن لما تلف في اي لفة واي كورنر تبدأ الانظمة هذه تحاول تدرس الطريق وتشغل الفورستيرينج وتحاول بنفس الوقت انها تعطي راحة وبنفس الوقت ثبات في الطريق طبعا الامور هذه اكيد انك ما راح تحس فيها ولكن هذه الانظمة تشتغل بدون ما انك تمتبه فيها لما نتجرب السيارات الثانية راح تعرف الفرق بين انك تركب في رولز رويس او انك تركب في سيارة كون تقليدية او فخمة ثانية وبما ان الروز رويس اكيد انها تتوجه للجيل الجديد والشاب اللي هما يحبون التطبيقات تقدر انك الان تنزل تطبيق الرولز رويس وتقدر انك تتحكم فيه سيارتك الاسبكتر من اي مكان من موبايلك بالاضافة الى شاشة السيارة او طبلون السيارة اللي صار الكتروني وتقدر تختار اللون اللي ناسبك حسب داخلية السيارة اذا بنجي نتكلم عن الابواب العملاقة والضخمة وباختصار طول الباب متر ونص الباب خرافي وكبير وفيه كمية فخامة لا يمكن انك تتخيلها اكيد والجميل في الموضوع انه من الانمانيوم فنقدر نقول ان السيارة هذه هي بديلة الرولز رويس الفانتوم الكوبي وليس بديلة الريض فبنشوف حجم السيارة فعلا كبير نشوف ابواب جدا كبيرة وعملاقة ولكنها كهربائية في نفس الوقت لما تجي تفتح الباب السيارة فيها مستشعرات لو كان فيه خطر راح تنبهك انك ما تفتح الباب ولكن اذا صارت الامور تمام تقدر تفتح الباب ضغطة زر وتنزل من سيارتك وتستمتع في الاجواء الجميلة اللي انت نازل منها من سيارتك للسبكتر ولما تجي ترجع بضغطة زر تقدر انك تفتح الباب او انك تقفل الباب طبعا الشغرة الجديدة الاخرى اللي اضافتها انه ما يحتاج اذا انت كنت راكب داخل السيارة ما يحتاج انك تضغط زر او انك تسحب الباب بمجرد انك تمسك البريك راح تتقفل الابواب اوتوماتيكيا اذا بنتكلم عن تصميم السيارة الخارجي فنقدر نقول بكل الزوايا سواء من الامام او من الخلف او من جوانب السيارة او حتى من الكورنرات الخلفية واللي اتكلمت عنها في حلقة الريف هم يعطونك ايحاء انك راكب يخت فبتشوف كأن السيارة هذي كانها راكبة في او قاعد تمشي داخل ماء فبتشوف فيه فصلة بسيطة في بدء السيارة بتشوف الزاوية الخلفية فعلا كأنك فيه قارب او كأنك فيه يخت فخم هالشي يكمل التصميم ويكمل الاحساس اللي ممكن انك تاخذه في سيارة الروز رويس الاسبكتر حتى واجهة السيارة او الشبكة الامامية يعتبر من اكبر الاشياء اللي ركبتها رولز رويس في سياراتها او في تاريخ رولز رويس اضافه لها تقريبا 22 اضاءة اليد نوم وضع لعشان لعنية الاساس الفخم تشوف السيارة بعد سواء السيارة جاية متوازف او جاية من خلف تشوف فيه حتى الشعار اللي قدام السيارة موسيقى 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 بعد سيارة رخمة تتكلم على سيارة ضخمة وعملاقة وكبيرة ولكن ترايك اوفيشنت حقنا تقريبا 0.25 الشيخ وفق الطاقل اكتنى سيارية وفق مسافة اكول موسيقى 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 تقريبا اكثر سيارة رولز رويس انسيابية في تاريخها حتى الاضاءة المامية اللي كانت مفصولة واللي ذكرنا في رولز رويس فانتوم الكوبي اخذوا نفس الدزاين اللهم او نفس التصميم اللهم انها بتكون عصرية ومتطورة اكثر اما بالنسبة للاضاءة الخلفية حاولوا انها يكون لونها موحد ما يكون احمر او اصفر او اي لون ثاني يكون لون موحد بحيث انها ما يأثر على تصميم السيارة الخارجي او الالوان اللي ممكن انك تختارها لسيارتك سواء كانت لون واحد او الوان متعددة حتى ان الاسبكتر هي السيارة الاولى الكوباي اللي ركبوا عليها ثنقات او جنوط بحجم 23 علشان تعطيك او تكمل جمالية شكل السيارة اللي بتكون كبيرة وعملاقة واللي تملى العين وتملى المكان اللي بتروح فيه اما اذا دخلت داخل السبكتر رح تشوف عالم جديد من الرحابة ومن الفخامة ومن آلاف الساعات اللي اشتغلوا عليها أرقى أنواع المصممين اللي في العالم لكنك تتخيل ان هم اشتغلوا تبنيك اكثر من عشر آلاف ساعة وعلى ساعة جمال وطاق 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 ونكتر نقود الاسبكتر في مائلة رولز رويس قد ونحقدت أمية عراب رولز رويس بعد مئة سنة فنقدر نقول أنها فعلا سيارة رولز رويس أما بعض الحقائق والأرقام اللي تهم الأشخاص اللي يهتمون في التفاصيل فنقدر نقول أن السيارة هاي تعتبر أربع كراسي أربع ركاب ولكن ما بين بالعكس طول السيارة تقليبا 5 أمتار روس والعرب بدون المرايا أكثر من المترين بل تقريبا مترين و 144 ملم واتفاع السيارة متر 573 ملم وقاعدة العجلات بين المحور الأمامي والمحور الخلفي راح يشوف أن فيه 3 أمتار 210 ملم هذا يعطيك أنه الوزن متكلم على روز متكلم على كل شيء موجود في السيارة الآن ويعتبر أصلي متكلم الوزن جدا عالي بتنم 2190 كيلو ودوه مثل ما قلنا للمشيء 430 كيلوات أو 584 كيلوات طبعا الشحن سريع تشحن 80% مع شاحن 195 كيلوات في 34 دقيقة لكن لو كان عندك شاحن 50 كيلوات فتشحن من 10% إلى 80% إلى 95 أما في الشاحن العادي 25 كيلوات تشحن من 0 إلى 100 ل5 ساعات ونص أتمنى أنكم استمتعتوا معاي اليوم في أولى حلقات الموسم الثاني من غربان في رمضان وأنا فعليا استمتعت شخصيا في تجربتي وفي قراءتي عن الرولز رويس السبكتر واللي كنت متحمس لها أكثر سيارة كهربائية كنت متحمس لها تقريبا من 2021 والحمد لله حين الآن في 2024 نتكلم على السيارة هذه وبإذن الله قريبا رح تكون ضيفتنا في برنامج يوسف شو يعطيكم العافية ونشوفكم إن شاء الله غدا مع سيارة جديدة ومعنا الله شكرا